لو إحنا اتكلمنا لأن السؤال ده مطروح برضو فيه تخوف شوي كابتان أحمد يقول لك طب إحنا يعني هنلعب المطشين دول إزاي وهل إحنا هنلعب بشكل مختلف عن أمم أفريقيا ولا الأداء إزاي وهل فيه تأهيل نفسي وبدني ولا الوضع إزاي يعني برضو الصورة بتشوفها إزاي بقى لأن خلاص زي ما حالك قلت أمم مطشين وننتهي على كده أكيد طبعا يعني المباراة الفصلة بتكون يعني لو لو مباراة واحدة بتكون يعني بتكون يعني حاجة فيها عنصر توفيق كبير جدا أنت لو في حالة اللاعبين بتوقعك حالتهم كويسة جيدة في المباراة دي فممكن تكون أنت منتخب قوي جدا بس المنتخب في المباراة دي أو في المباراة دي تحديدا مش في حالتهم زي ما بقولوا دي أوف يعني خلاص مقفولة مقفولة لكن ده مباراة رايح جاي يعني أنت بتلعب على أرضك فبيبقى تقدر تعود في المباراة الثانية أنا شايف أن أنت على أرضك هنا لازم تطلع بنتيجة إيجابية عشان هناك تقدر أنك تأمن نفسك بشكل كويس يعني يعني يعتبر 60 أو 70 في المية من نجاحك في المشوار ده أن أنت تنجح هنا على أرضك الأول يمكن التصنيف الأول بحظوظهم أكتر أنهما بيلعبوا المباراة الأولى بره فيقدر يأمن بشكل كويس بره وبعد كده يرجع على أرضه يبدأ يعني الضغط ببعاكس بالزبط بتقدر أنت يعني بتقدر تستخدم أنصر الأرض الجمهور لصالحك كمنتخب فأنا مش عايز الحتة دي هما يستفدوا منها أنا عايز أن احنا من هنا الأول نقدر نطلع بنتيجة إيجابية من 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 تقريبا المباراة هتكون على صدق قيارة نطلع من هنا من صدق قيارة إن شاء الله بنتيجة إيجابية وبعد كده هناك نقدر نأمن كويس وإحنا عندنا الحتة دي إن شاء الله نقدر نعملها بشكل كويس نتيجة الإجابية دي أنا وكريم تكلمنا فيها كتير جدا حتى يعني وإحنا مش على هوا هل بتشوف ده فعلا إن شاء الله على أرض الواقع هيبقى وارد يعني ما إحنا كل يمكن مطش بنقول الأداء يمكن يختلف في اللي جاي هنشوف حاجة يمكن نشوف نهاش أكيد هنتفاجئ يعني أنا لا أقلل والله ولا أنتقد لكن أنا بقول لحضرتك الصورة بشكل حقيقي فهل في فعلا توقعات غير متوقعة المطشين دول يعني زهابا وإيابا زي ما بيتقال لكن أنا هضيف عليه بس أننا هنا المباراة المباراة ممكن إحنا في بطولة في بطولة إفريقيا إحنا من الكوتش بيعمل سيستم لعب وبعمل طريقة لعب وأسلوب لعب وبيقدر يقول دها في البطولة اللي فاتت بس تمام تمام وبيعمل أسلوب لعب وبنبدأ أن إحنا اللاعبين لأنها بطولة يعني طويلة شوية فيها دور مجموعات أو دور مجموعات وفيها بعد كده مباراة دور الثمانية دور الستاشرة بعد كده الثمانية وبعد كده الأربعة والنائي ففي تدريج في السقوط لكن دي ببوراء فاصلة أو مباراةين فاصلتين فأنا شايف أنه اللاعبة نفسها لازم بليها دور أن هما يكونوا في أفضل حالاتهم هما الإعداد النفسي ده مهم جدا والزهني والإعداد البدني أنت بتلعب منتخبات قوية جدا تتميز بقوة بقوة بدنية عالية جدا وبسرعات عالية جدا أي التحام أنت ما تكونش في أفضل أنت ما تكونش أنت الأفضل فيه لأنهم بالفطرة كده أو حاجة ربانية ربنا ميديهم قوة بدنية وسرعات تختلف شوية عن شمال أفريقيا إحنا عندنا الذكاء أكتر المهارة أكتر الشغل الخططي ويمكن دي بدأ يتطور عندهم بشكل أكبر الفترة اللاعبة دي بتسافر بره بتحترف بره في دوريات كبرى بتتعلم التاكتك بشكل كويس بتشتغل شكل خططي بشكل أصبحوا أزكى شوية من قبل كده ببقى فيه انسجام بقى يعني كان زمان ممكن تلاقي اثنين تلاتة لعيبة بس محترفين هم الفريق كله بقى كويس انت بتتكلم على اللي بيحرك يا دين ما هو أنا أنا قلت الحقيقة أنا بتكلم لي بتكلم أنه اللاعبة نفسها لازم يتبليها دور يعني يعني إيجابي أيضا مش أقول بعيدة عن مستر كروش لأنه طبعا ما نقدر شحنا نغفر دوره هو لازم يتبليه دور أساسي في هو دور الأساسي لك أنا بتكلم أن اللاعبة نفسها تقدر تفوق نفسها